استضاف قصر الوطن بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وجمعية الإمارات للمعقينة بصريا مسيرة خاصة لتسليط الضوء على أهمية تمكين ودمج أصحاب الهمم تخللتها جولة تعريفية بالقصر دعوة كريمة حقيقة تشرفنا فيها من قصر الوطن وحقيقة هذا يؤكد الشراكة المؤسسية وتكامل المجتمع والمسؤولية الاجتماعية التي اليوم تبنتها المؤسسات من أجل إذكاء الرأي العام بأهمية العصر البيضة إضافة للفعاليات المصاحبة التي تم تعريف فيها دول العقل بصرية على قصر الوطن من الداخل وحقيقة قاعاته وغرفه وهذا يعد رافض جميل نفتخر فيه كإماراتيين حقيقة تجربة ثقافية فريدة سماحت لهم باستكشاف المعالم التراثية والفنية والحضارية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال المشاركة في جولة إرشادية كما أتيحت للزوار الفرصة لاستكشاف المجموعة الواسعة من القطع الأثرية والمخطوطات النادرة التي تستعرض تاريخ العالم العربي والمساهمات العربية في الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات في الحقيقة كانت دعوة ولفتة كريمة جدا من القصر الوطني لحضور والاطلاع على هذا الصرح الوطني المشرف الذي حقيقة نحن اليوم ساعدنا كمكفوفين بتوجدنا في هذا المكان وساعدنا أيضا بأن يجد الكفيف فرصة في أن يتعرف على مثل هذا الصرح الذي يمثل كثير للوطن والمواطن حقيقة تمتاز زيارة قصر الوطن بتجربة ثقافية فريدة ويمكن للزوار من مختلف الأعمار زيارته مرارا وتكرارا لا سيما أن زيارة واحدة لا تكفي لمشاهدة جميع روائعه العمرانية وعجائبه الفنية والتعرف على إرثه التاريخي الأصيل تبرز جمالية التضامن والتكافل في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعمها للمكفوفين من أصحاب الهمم لبناء مجتمع متغير ومتنوع ومتكافل لنشرة علوم الدار مها ياسر قصر الوطن